ما إن تطوى صفحة اقتتال في الشمال السوري آخر المناطق الخارجة عن سيطرة النظام حتى تفتح من جديد على وقع الشعارات التي يختبئ وراءها المتصارعون لتجنيد ما أمكنهم من أبناء المنطقة سعيا للحفاظ على الامتيازات والمكاسب بعد ثمانية أعوام من ثورة وقودها الدماء والأشلاء وإلى سهل الروج غرب محافظة إدلب وليس بعيدا عن جبهات النظام في جورين تحولت أرتال هيئة تحرير الشام ولكن ليس لمحاربة النظام إنما لطرد فصائل المعارضة من المنطقة وإكمال السيطرة عليها بحسب ما روى ناشطون من أبناء المنطقة الاقتتال نشب هذه المرة على خلفية قيام حركة أحرار الشام بإنشاء مقر لها في قرية جدرايا لتعتبره الهيئة تطاولا في منطقة لا يجوز لأحد أن ينافسها فيها ما دفعها لنشر الحواجز وفرض حصار على الحركة التي لم تستسلم هذه المرة ما أسفر عن اشتباكات خلفت العديد من القتل بين الطرفين استمرت حتى وقت متأخر من الليلة الماضية وانتهت بما جرت عليه العادة من إعلان لوقف إطلاق النار وتعانق الإخوة والدعاء للقتل بالرحمة والقبول غير أن الاتفاق هذه المرة لم يدن طويلا لتعلن الهيئة نقضه صباح اليوم مقتحمة قرى الصحن وزيزون واللج ومستخدمة الأسلحة الثقيلة ومعلنة رغبتها بإكمال القتال حتى السيطرة على المنطقة وإخراج فصائل المعارضة منها بشكل كامل فصائل الجبهة الوطنية الأخرى اختارت الصمت حيال المعارك الدائرة واكتفت بالتنديد بنقض الهيئة للاتفاق داعية إلى ضرورة ضبط النفس وعدم الاحتكام إلى القوة في حل المشكلات القائمة ويأتي الاختتال في ظل خروقات النظام المتواصلة في المنطقة واستهدافها بالصواريخ والقذائف المدفعية قرى وبلدات ريفي إدلب وحمى ومحاولتها لأكثر من مرة التسلل على نقاط المعارضة الأمر الذي أثار حفيظة الأهالي والناشطين الذين لم يجدوا إلا مطالبة الأطراف المتصارعة بتحييد المدنيين والتوجه إلى جبهات النظام والرد على خروقاته بدل الانشغال بالمعارك الداخلية